السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم معي تلاميذ الأعزاء في هذه الحصة الجديدة اليوم سنشتغل على النص الوظيفي الثاني من الوحدة الخامسة أجمل لغابات العالم المفيد في اللغة العربية للمستوى الرابع ابتدائي إذن ألاحظ أتوقع ألاحظ الصورتين وأحدد علاقتهما بالعنوان وأتوقع مضمونة النص إذن الصورة الأولى عبارة عن غابة إذن نلاحظ المشهد الأول يعبر عن غابة نلاحظ هنا عندنا بعد الأشجار يعني تواجد مجموعة من الأشجار وأيضا الصورة الثانية نلاحظ أيضا مجموعة من الأشجار وعندنا بعد النباتات وعندنا في الوسط يعني لدينا مسلك أو طريق في وسط الغابة إذن الصورتين تمثلان غابتين ومضمون النص أتوقع أن يتحدث النص عن الغابات أو أن أجمل غابات العالم أو يعني عما تزخر به أو تتميز به الغابات إذن هذا كتوقع أولي إذن أترك لكم قراءة النص ونمر مباشرة للإجابة عن الأسئلة إذن أصل بخط بين الكلمة ومعناها انطلاقا من سياق النص إذن مهيبة ماذا تعني مهيبة من خلال النص يعني يجعلها غابات مهيبة أي غابات مخيفة نظرا لكثافة أشجارها ونباتتها تحجب إذن تحجب أشعة الشمس أي تستر أو تمنع مرور أشعة الشمس تستر مروج وهي أراضي بها نبات كثير أصل كل جملة بالمعنى المناسب للكلمة الملونة فيها تحتضن غابة المعمورة أهم مصادر المياه ما معنى كلمة تحتضن غابة المعمورة هل يرعاه ويربيه يوجد في جوفها يهمله أو يرقد عليه إذن تحتضن غابة المعمورة أهم مصادر المياه يعني أنه يوجد فيها أو يوجد بها أو في جوفها أهم مصادر المياه يحتضن الطائر البيض أي يرقد عليه مثل الدجاجة التي تحضن أو تحتضن بيضها فهي ترقد عليه يحتضن الرجل الصبي أي يرعاه ويربيه أنجز خريطة كلمة باسقة ما معنى كلمة باسقة؟ باسقة أي شاهقة أو مرتفعة أو عالية نوعها ما نوع كلمة باسقة فهو اسم قلنا مرادفها عالية أو مرتفعة أو شاهقة أشجار عالية أشجار باسقة ضدها ضد باسقة يعني إيش حاجة منخفضة أو قصيرة أشجار منخفضة أو قصيرة في جملة مثلاً أتنقل في ساحة مدرستنا في ساحة مدرستنا شجرة باسقة أي عالية ومرتفعة شجرة باسقة في بداية النص ذكرت مجموعة من أوصاف الغابة أحدد هذه الأوصار إذن كان جاء في أول النص جاء بأن الغابات كنز من كنوز الطبيعة وبأن الغابات ترئة الأرض وبأن في الغابات أشجار مختلفة أي تختلف أشجارها من غابة إلى أخرى وثرواتها الحيوانية متنوعة وكذلك مناظرها إذن الغابات تتوفر على ثروات حيوانية وطبيعية متنوعة وعلى مناظر طبيعية جميلة وأيضاً على أشجار مختلفة يعني كل الغابة تتوفر على أشجار مختلفة عن الغابة الأخرى إذن أستثمر ما قرأته في النص لمل الجدول إذن لدينا هنا الغابات أسماء الغابات موقعها ثرواتها الطبيعية ومميزاتها إذن الغابة الأولى هي غابة المعمورة أين تقع؟ تقع غرب الرباط ثروات الطبيعية لهذه الغابة أشجار البلوط الفليني والمروج مميزاتها تتوفر على مصادر المياه الجوفي العدبة وأيضاً تتوفر على تراب رملي طيني إذن الغابة الثانية هي غابة الخيزران أين تقع هذه الغابة؟ تقع في اليابان ثرواتها الطبيعية تتميز بأشجارها أو بأشجار الخيزران الكثيرة والعديدة مميزاتها تتميز بمسالكها الممتعة الغابة الثالثة غابة الأمازون تقع في أمريكا الجنوبية تتوفر على الأشجار والنباتات والحيوانات والأنهار مميزاتها بأنها مطيرة طيلة السنة وتغطي أراضيها تسع دول وبأن مساحتها كبيرة الغابة الرابعة هي الغابة السوداء تقع في ألمانيا ثرواتها الطبيعية أشجار الصنوبر الحيوانات البرية البحيرات والشلالات مميزات هذه الغابة تتميز بكونها مهيبة ومظلمة أثناء النهار بسبب ماذا؟ بسبب كثافة أشجارها التي تحجب أشعة الشمس إذن أحلل أغضح لأصدقائي وصديقاتي ما تعنيه عبارة الغابة رئة الأرض ماذا نقصد بالغابة رئة الأرض؟ الرئة ما هو دور الرئة؟ الرئة دورها هو يعني التنفس بحل حدنا الإنسان يعني الرئة دينا تساعدنا على التنفس أي يعني تستنشق أو يعني توفر لنا الأكسجين وتطرد ثاني أكسيد الكربون من الجسم يعني تدخل إلى الجسم الأكسجين يعني عن طريق يعني التنفس أو عن طريق الشهيق وتطرد ثاني أكسيد الكربون من الرئة عن طريق الزافير نفس الشيء بالنسبة للغابة أو بالنسبة للغابة الغابة فهي رئة الأرض أي أنها تمتص الغازات السماء والهواء الملوث وتطرح لنا هواء نقيا يعني مفيد أو صالح لجميع الكائنات الحية سواء كان الإنسان، الحيوان أو النبات إذن الغابة رئة الأرض لأنها تتوفر على الأشجار التي تنقي وتلطف الهواء الذي نستنشقه حيث تمتص غاز ثناء أكسيد الكربون وتطرح الأكسيجين إذن الشيء اللي نسميها رئة الأرض لأنها تمتص الأكسيد الكربون وتطرح لنا الأكسيجين أحدد الأفكار الأساسية لفقرات النص إذن لدينا خمس فقرات إذن الفقرة الأولى فكرتها هي أن الغابات كنز من كنوز الأرض الثانية غابة المعمورة موقعها ومميزاتها غابة الخيزران ومسالكها الممتعة غابة الأمازون وثرواتها الطبيعية الهائلة موقع الغابة السوداء الجبلي وكثافة أشجارها السنوبرية إذن هذه الأفكار الأساسية لفقرات النص ألخص النص شفاهيا بتجميع أفكاره الأساسية إذن نجمع هذه الأفكار ونلخص فيه النص شفاهيا نقول مثلا تعريف الكاتب بالغابات وأهميتها في الحياة كونها رئة الأرض وذكره لأجمل غابات العالم كغابة المعمورة والخيزران والأمازون والغابة السوداء لما تتميز به من ثروات طبيعية وحيوانية ومناظر جميلة إذن أحدد موعد الاحتفال باليوم العالمي للغابات بوضع علامة في الخانة المقابلة للاختيار الصحيح يعني متى يحتفل العالم باليوم العالمي للغابات 21 يناير 21 مارس أو 21 ماي إذن يوم العالمي للغابات هو 21 مارس للغابات فوائد ومزايا أذكر بعضا منها إذن ما هي مزايا أو فوائد الغابات نذكر بعضها إذن من فوائد الغابات تلطيف وتنقية الهواء مأوى للعديد من الحيوانات مكان للنزهة والاستجمام توفير الخشب والحطب إذن هذه بعض فوائد الغابات أملأ الجدول بما يناسب الغابات التي كنت أعرفها والغابات التي تعرفتها إذن الغابات التي كنت أعرفها هي غابة المعمورة وغابة الغابات التي تعرفتها هي غابة الخيزوران والغابة السوداء وبهذا نكون قد أنهينا حصتنا لهذا اليوم شكرا لكم وإلى اللقاء